والآن مشاهدين نتحاول إلى جولتنا الاقتصادية الجولة الاقتصادية وميرفت المليجي شكرا يوسف شكرا آية وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات أصبح هدفا قوميا وستراتيجيا تتسارع في إطاره جهود الدولة في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وتضمن إنفجرافات تسلط الضوء على انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري وفي هذا الصدد كشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري تحسنا كبيرا وأنه يواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية مستعرضا أداء الميزان التجاري في الفترة من عام 2014 إلى عام 2021 حيث وسجل نحو 39 مليار و800 مليون دولار عام 2021 و41 مليار و100 مليون دولار عام 2020 أظهر مركز المعلومات مجلس الوزراء أن مصر الرابع في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2022 و2026 وأشار مركز المعلومات إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر سواء المخطط لها أو المشروعات قايد التنفيذ خلال هذه الفترة إلى نحو 100 مليار دولار وحددت القيمة التقديرية لأكبر عشر مشروعات للغاز في مصر بنحو 14 مليار دولار وذلك مقابل 12 مليار دولار لأكبر عشر مشروعات للنفط في مصر أكدت وزيرة التجارة وصنع نبين جامع الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند في مختلف المجالات جاء ذلك خلال حضور وزيرة التجارة توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وفي غضون ذلك أشارت وزيرة التجارة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين وقالت الوزيرة أن اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند استشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي بحث وزيرة البترول والبيئة لاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر القمة العالمية للمناخ قاب 27 في شرم الشيخة النوفمبر المقبل وقد تناول الاتماع جهود فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز وأكد وزير البترول أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية متحمسون للمشاركة في هذه الفعالية خلال المؤتمر بهدف عرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن بالإضافة لاستعراض أحدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق في ظل وجود رغبة صادقة في أداء دورهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل الشوشة على تخطيط المنطقة الصناعية في وسط سيناء وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتخطيص ما يعادل 329 كيلو ومائتي ألف مترا مربعة كمنطقة صناعية بوسط سيناء وأعلن المحافظ خلال اجتماعي اللجنة الدائمة للاستثمار والمنعقدة بالمحافظة أنه تم تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات من بينها قطاع يخصص لصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة والتكملية للصناعات الثقيلة والصناعات المتنوعة وأيضا قطاع آخر يخصص للصناعات الثقيلة ويخصص مكان ثالث لصناعات الرخام والجرانيت والسيراميك نتحول إلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوع بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين والعرب وقد ارتفع رأس المال السوقية بنحو 5 مليارات ونصف المليار جنيه ليغلق عند مستوى 627 مليار و782 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكترتي عند مستوى 9237 نقطة ليغلق عند مستوى 9350 نقطة مرتفعا بنسبة 21 و22 من مئة نقطة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكترتي عند مستوى 1824 نقطة ليغلق عند مستوى 1845 نقطة مرتفعا بذلك بنسبة 1 و16 من مئة بالمئة كما افتتح ايضا مؤشر اي جي اكترتي عند مستوى 2672 نقطة واغلق عند مستوى 2704 نقطة ليرتفع بنسبة 1 و2 من 10 بالمئة نتحول الى اسواق العملات حيث تبينت اسعار العملات امام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الامريكية 18 جنيها و88 قرش شراء و18 جنيها و96 قرش للبيع اليورو سجل 19 جنيها و12 قرش شراء و19 جنيها و21 قرش للبيع الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و62 قرش شراء و22 جنيها و72 قرش للبيع وامام العملات العربية فقد سجل الدرهم الامريكية 5 جنيهات و14 قرش شراء و5 جنيهات و16 قرش للبيع في حين وصل الريال السعودية الى 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و4 قرش للبيع نتحول مشاهدين الى اسواق المعادن النفيسة حيث ارتفعت اسعار الذهب العالمية لتسجل نحو 1727 دولارا للقية ومحليا استقرت اسعار الذهب ليسجل الذهب ايار 18 846 جنيها ايار 21 987 جنيها ايار 24 سجل 1128 جنيها في حين وصل الجنيه الذهب الى 7 869 جنيها نتحول الى الولايات المتحدة الامريكية والتي اعلنت فيها الادراء انها ستبيع 20% او مليون برميل اضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجية وذلك ضمن قرار اعلن عنه سابقا بهدف تهديئة اسعار النفط وكانت واشنطن قد اعلنت في اواخر مارس انها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة 6 اشهر من احتياطي البترول الاستراتيجية المخزن وذلك بهدف العمل على تهديئة الارتفاعات الاخيرة لأسعار النفط ومشتقاته انتعشت معظم اسواق الاسهم في منطقة الخليج وسط ارتفاع اسعار النفط على الرغم من ان مؤشر ابوظبيا خالف الاتجاه ليغلق على انخفاض وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 8 من 10% كما جنى المؤشر القطري مكاسب بنسبة 6 من 10% واختتم المؤشر الرئيسي في دبي تعاملات مرتفعا بنسبة 4 من 10% في حين انخفض مؤشر ابوظبيا بنسبة 4 من 10% نهاية اخبار الاقتصاد